اشتركوا في القناة ويتدخل في سريان مفاوضات الاهلي مع رضا سليم النجم اللي وقع واللي انتوا شفتوا الفيديو الرائع بتاعه وكلام للوكيل بتاعه او لمحد من الوكيل قريب الوكيل بتاعه اللي عرقلت الصفقة في تجاه النادي الاهلي ومحاولت انه يخدها للزمالة على فكرة نقطتين ثلاثة مهمين النقطة الاولى انه ميده يخدم نديدي مسألة طبيعية جدا ومعه كل الحق فيها النقطة التانية انه يحاول يخطف صفقة من النادي الاهلي ده امر مشروع وطبيعي جدا مدام الامر وفقا لقاليات التفاوض في فترة معينة انت عايز تثبت له او تدي له مزايا النادي الزمالك وتسوق لللاعب فكرة وقيمة نادي الزمالك دي ابجديات من حقه فيها انما اللي مش من حقه لا هو ولا غيره ان انت وانت بتفاوض لاعب تسيل للنادي الاهلي وتشوه النادي الاهلي وتسيل لجمهير النادي الاهلي والتسريب حاصل بعضمة اللسان ايا كان طريقة التسريب ايه سبب التسريب المقاطع الصوتية جات منين كل الكلام ده مفيش خلاف على الطريقة بتاعتها حتى وان كان ميدو اعترف وقالك دي كانت بتاريخ 18-6 وقت ما لقيت اللاعب قبل ما يجدد عقده مع الجيش الملكي فكان في فرصة ان انا اجيبه ترانسفير ماركت لكن اول ما مضى للجيش الملكي عرفت ان احنا برا الصورة لانه ما عندناش فلوس نشتريه لا الكلام كان واضح جدا انه العركة مع الاهلي والمجهود ان انت تبعده عن طريق النادي الاهلي والسبق بينك وبين النادي الاهلي لانه الحياة ما ترشح من تسريبات بيقوله انت حتكون قالك في الزمالك حنديك ضعف راتبك مع الاهلي ده طبيعي حتكون نجم الشباك الاول مش مجرد موظف ضمن موظفين كتير في الاهلي احنا هنتديك فرصة ممكن اوفي حيطة نجم الشباك دي مفسعة الناس تقول كلام بس ما بتشرحوهش نجم الشباك ده صاحب اعلى ارادات صاحب اعلى ارادات لما انت عندك نجم الشبابيك نجوم الشبابيك عندك انت فين مشكلتك المالية اه ما عندكش مشكلة مالية وبقى انت صاحب قيمة تسويقية فاني ما عودش اقول ان نجم الشباك اصلي دي مش الفاظ تقدر تطلق على نفسك كده وبعدين تمارس كل شيء عكسها ايو انك بتشتكي من كل شيء عكسها بقول له احنا هنديك فرصة للتقلق والابداع ده الزمالك مدرسة الفنانين المبدعين بقول له احنا اه ما بنفسش بالبطلات زي النادي الاهلي لكن احنا بنمتع وبنبدع وبنعمل لعيبة اساطير بقول له في الزمالك حتلاقي جمهور زواق بيستمتع بكورة القدم وبيتزوقها قبل الانتصارات في الاهلي لن تجد سوى جمهور جاهل بكل شيء ولا يهمه الا الانتصارات والبطولات اذا فوزت هتكون زي كتير يمدحوهم وان خسرت هتجد العتاب من كل جانب اليوم التالي الفوزك ببطولة هتلاقيهم يسبوك ويطعنون فيك غير انك ستصدم بمفهوم الشلالية التي اللي بلى المطيعون اللي فيها المطيعون مش الاكفاء هم في الاهلي شلال الموظفين بيقراهوا الاكفاء لذلك لن تجد بينهم لعب محبوب او مؤثر في منتخب مصر بقول له بصوا في الزمالك رغم ان احنا بنقدم اسوى مستوياتنا الايام دي وبعد عن البطولات لكن عندنا احمد سيد زيزو افضل لعب في خط هجوم مصر وبتحصروا كل العروض والاغراءات ولو بصت على المنتخب هتلاقي اهم اتلاقي اهم لعب في منتخب مصر بعد محمد صلاح بقول له في نص الملعب على سبيل المثال ظهر عندنا امام عشور كان افضل لعب في مصر بس بسبب فلسفة الزمالك القائمة على الابداع الفردي امام رحل للاهل اللي يتحول لموظف ويموت زي كتير قبل منه والايام بيننا بقول له بصوا في خط الدفاع نا ما ما مش نوقف حتة حتة بعد الكلام اللي بقوله لا ساد مأميده بيناقض نفسه في كل كلمة قالها الرضا اه وده المدهش هو قناعاته اللي بيعلنها على لسانه ويقولك شوفوا الاهل يوم مش عيب ان احنا نعمل زي عشان ننجح يوم يتهم جمهور الاهل اللي هو 80% من جمهور مصر هذا الشعب انه جاهل قال ايه عايز يكسب مش يتمتع وانت بتشجع بحيرة البجعة انت تشجع كورة ما هو انت هتفاهمني ان انت صاحب حس المرهب اللي بيسمع شايكوفسكي وموزارت وشهر زاد وانا باسمع عن مهرجانات يعني ايه الفكرة اللي معايشين نفسكو فيها انه جمهورنا يعني وانتو جمهوركو دي مواطنين مصريني ابني في شارع وفي بيت واحد دول في بيت واحد فانت اللي جوء للكلام ده انت لما تقوله الحد بيدحك مش مهم ان انت تقوله انت مصدق انت حور لكن ما حدش مصدقه غيرك وانت مش مصدقه لانك ساعة الحقيقة بتقولهم مش عيب نعمل زي النادي الاهل هتجيبه هتجيبه لك دلوقت بيقولهم احنا عندنا افضل لعيب في مصر الظهير احمد فتوح ده اهم ظهير في مصر حاليا اهل مستعد دلوقت يختفوا بمئة مليون بيقوله اسأل نفسك لماذا تقالك كل هؤلاء واصبحوا الافضل في مصر رغم النتاج السيئة لان هناك مؤامرات حربت الزمالك وهددت استقراره اللي خد فيها سنتين دوري وكاس بقوله الان انا بتواصل مع مسؤولين كبار دميده بيقول للراجل على فكرة هو اعترف قالك ده مش وكيل ريدا سليم ده عديله وبيوصل الرسالة لريدا سليم عن طريق عديل وكيله فبعدته المقاطع الصوتية دي او الرسائل اللي مبعوطة واللي اتسربت بالطريقة او باخرى ومالت السوشيال ميديا قال له الان انا بتواصل مع مسؤولين كبار وبقولك بكل ثقة الزمالك قادم بقوة وهو المكان الانسب لنجاحك وتألقك فاوعد فوت الفرصة كلام جميل الزمالك قادم بقوة حقه اوعد فوت الفرصة حقه انا احسن واحد في الكون حقه بس كل ما قاله على النادي الاني لا دا رأيه ولا دي قناعته ولا دي الحقيقة ما عايز تعرف رأيه في الاهلي ايه اسمعنا بقى نسمع ميده بعضمة لسانه قبل ما يرتبط بالملف بتاع الزمالك كان رأيه الاعلامي المجرد في الاهلي ايه نسمعه ليه النادي الاهلي قوي ليه النادي الاهلي قوي وانا دايما بشيد بقوة النادي الاهلي قوة النادي الاهلي في انه حاطت خطوط حمرة للمكان وللكيان وكل الاحترام لأولاد النادي الاهلي ان دايما في الاوقات الصعبة هتليهم بينسوا خلفتهم ويقفوا مع بعض ولو تفتكروا فعز الخلافات اللي كانت موجودة ما بين المهندس محمود طهر وما بين الحزب المعارض اللي كان برا النادي وقتها الا لما الكابتن طهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق وطبعا كابتننا الكبير كابتن طهر أبو زيد اتحرك في بعض الملفات نسوا الخلافات ووقفوا كلهم ايد واحدة حطوا قدهم في قدهم بعض ورصخوا فكرة ان الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع مش ان الاهلي فوق حد برا النادي الاهلي ولكن معناها الحقيقي اللي قاله الكابتن صالح سليم وهو أول من خرج بهذا الشعار انه كان يقصد ان وقت وقت الصعوبات ووقت الشدة الاهلي فوق الجميع جوه النادي ودي واحدة من اهم مبادئ النادي الاهلي انا بكلمكوا في كلام ممكن يكون ما فيش ناس شيء هتتكلم فيه دي واحدة من مبادئ النادي الاهلي الكيان المؤسسي اللي فيه خطوط حمرة وكل حد يعلم لا دا هو لو لو كلام في التفاوغ الكرة تحديدا اسباب ايه وعملوا زي النادي الاهلي نظامه ما فيش او جزء منها انه ما فيش حد اقوى من النادي ولا من الفريق ولا وانه مش بيشتغل دا هو قال ان الاهلي يعني بيقول لك شلالية دا بيقول لك دعيم اي حد برا ان الشلالية بتحكمه متعلمه الاهلي طب فين الشلالية هين لما الاهلي فوق جميع ابناءه فوق جميع مصالح ابناءه فين الشلالية دا يبقى مصلحة النادي اهم من كل وان الولاده ساعة الجد كلهم يتكادفوا فين الشلالية اي يعني لا فيه حاجات تانية لما كان بيتحدث فيه لو انا يعني كنت عارف ان دا اللي حيناقش انا كنت جبت لك نمازج ويتحدث عن نزمة قوة فريق وردها القدم في النادي الاهل لكن قوة فريق النادي الاهل الحياة ملقوش فيها حاجة فودوها للعفريد استنى لأ بس انا عايز اناقش بس شوية كلام بقى قبل العفريد اه سنعطيك ضعف راتبك في النادي الاهل على اساس النادي الاهل فيه غسيل اموال ها وهم غسيل الصحون بيجيب لهم ضعف الرواتي عندهم الاموال اللي تدفع ضعف ما يدفعوا الاهل لصحب غسيل الاموال اه لانه بيع السبح بيكسب اولي من دول ايو طيب مش هتبقى مجرد موظف في النادي الاهل لكن هتروح وتستمتع وتروح لجمهور بيستمتع وبطولة ايه بتاع ايه راجل تعالى في المتعة تعالى نتفرج مصرح البلون اه في مصرح البلون نتفرج على بحرة البجعة اه ازاي انت بتخنع نفسك بالكلام ده وانت لما تقول كده الراجل ده حا يعني انت متخيل وهو بيسمعك بيعمل ايه النوع بيغمز لكم واحد جنبه وانه شوف الراجل بيقول ايه انت هتروح لنادي بطولات تعمل ايه ايه اه اه وبعدين اتقلق وابداع وبنعمل عندين اه نادي نادي كبير وعنده لعيبه طبعا بتتفوق ام لكن زيزه اهم لعيب بعد محمد صلاح المنتخب مصر ام بعدد المشاكل الدوليه يعني اللي لقابها اه ما هو هو والاهلي مش مؤثر مع منتخب مصر ده على اساس ما هو الاصل برده لما يعني المفروض الناس كلها متابعة والعالم كله عارف وانت شفتوا الرجل النايبي نصر الديني النايبي مدرب الجيش الملكي وهو بيقول رضا سليم ده انت رايح اكبر نادي في افريقيا رايح نادي بطولات بجد رايح تلعب مع لعيبة مستويات عالية رايح تلعب مع مدرب كبير لازم ان تكون متواضع في تقبل النصايح والتعليمات بتاعت النادي الجديد بتاعك لانك رايح مكان مختلف معاه جمهور مختلف خدوا بالكم ابجديات النادي الاهلي ومكوناته معروفة لكل المنطقة العربية ولو كان في وقت كنا هنسمعكم كلام هايل جدا من اشقاء عرب وخبراء كرة عرب واعلاميين عرب عن رؤيتهم للنادي الاهلي لكن انه دلوقتي يتقال على النادي الاهلي انه لا ده اللي ما بيفرقش مع اللعيبة على اساس ان مروان عطية مراحش منتخب مصر بعد كم مباراة مع النادي الاهلي ولحمدي فاتحي بقى واحد من اهم لعبه منتخب مصر في نصف الملعب بعد النادي الاهلي ولقاليو ديانج قفزت القيمة السوقية بتاعته الى هذا الحد الاعلى ولا خد بقى بيت ولا محمد الشناوي ده انت احسن لاعب في افريقيا حارس مرمانا يعني اللي ما بلعبش برجله حارس مرمى الاهلي محمد الشناوي السنة اللي فاتت احسن لاعب في افريقيا ولا على اساس ان محمد هاني مش ظهير المنتخب ونور الدين النايب الرجل التونسي وهو بيقول لريضا سليم قال له خد بالك النادي الاهلي عمل من علي معلول اسطورة الكرة التونسية وعلي معلول اصبح لعب مهم جدا في مصيرة المنتخب التونسي بفضل النادي الاهلي ودور النادي الاهلي معاه هو ده النادي الاهلي وده دوره مع كل اللعبة اللي موجودة شوفه ان انت تنكر ده على النادي الاهلي اعتقد ده كلام شوفه سيد زبراين زي ما انت قلت اتكلم عن ذيك زي ما انت عايز بس مش من حقك انك تنال بهذا الاسلوب يعني اللي كله مغلطات انت نفسك مش مصدقها وبتقول عكسها في العلن ده مش من حقك لكن كمان موضوع التسريبات تعرف التسريبات ده له قاعد فوص صحابه بيتكلم انت حر لكن انك انت رايح تشوه الاهلي امام المجتمع الكروي الخارجي في صفقة يسعى اليها انا كان ممكن اعاتب لو دي قاعدة بينه وبنصحابه اقولهم ليه ليه بتبعته الكلام الخاص والاعدات الخاصة والتسريبات انا ضدها بشكل عام لكن لما تكون بتنال من النادي الاهلي لا انا اه لا لا الحمد لله ان احنا بنكتشف ما يحاك ضدنا في الخفاء اه لانه ما لا يعلن الله اعلم به لانه كل بقى الدرب واللجان اللي بتشتغل البرنامج اللي زعب تونس لما قالك جاءني فلان الفلاني من مصر عشان يقول لي الشركة الرعية بترشي بترشي التحكيم طيب لكن الحقيقة انا هقولكو ميدو لما تكلم قبل كده لانه دلوقتي الاقل بيتهم بانه السحر والشعوازة وبحة طب منشوف ميدو شاور على مين لبحة نشوف ان نادي الزمالك السنة اللي خاتت كلها بيت كامل للأسف ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ وان كان فيه شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات والصور موجودة معايا وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المقراء شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوازة وبأكد لك مرة تانية ان الصور معايا واحمد وامير مرتضى انا مش هتكلم عليهم دلوقتي هتكلم عليهم في الوقت المناسب لكن احنا اشتغلنا تحت ضغط كبير جدا ضغط من جميع الانواع تدخل في التعاملنا تدخل في التشكيل انا مش عايز اقولك ان في العيبة جاتلي وعيات وبكت بتطلب مني دي تمشي من نادي الزمالك لان مرتضى منصول مش عايزها في نادي الزمالك قتل عملية ارهاب ارهاب طيب احنا اطعناها لان بقى مش عايزين نعمل مشاكل اكتر من كده للناس لكن هو الحقيقة اصار نقطة تعرف لو كان ذكارها لردة سليمي ربما كان غير موقفه هو ليه ما قالوش احنا بنتعقد مع صحرة مغربة احنا عندنا صحرة بيركبوا الأوتوبيس معانا انت هتركبوا السهر جنبك كده عشان يطمنك يا كابتن ميدو يعني كل شيء وعكسه في نادي الزمالك يقال الان على نفس اللسان وبعتمت نفس اللسان هو اللي بيقول وهو اللي بيهاجم الاهلي وهو الذي يشير لنفس النقوان يفعل هذا طيب الاهلي جاذب للعيبة ولا الزمالك هو المدرسة الفن والهندسة بيجذب اللعيبة واللعيبة من حقها تروح نادي الزمالك والحقه افضل روحه لنادي الزمالك كلام ده صحيح اللي قالو ميدو ولا الرد يجي عليه من اعلام زمالكاوي في قناة نادي الزمالك الزميل شادي عيسى الرأي مهم عاوز اقول لكم فجأة انت عارفين سمير فكري لعب نادي الداخلية الذي يعني بقى بمعجزة في السواني الاخيرة والدقائق الاخيرة في الدوري المصري الزمالك ومعرفش مين طلب اللعب عشان ينضم النادي الزمالك سمير فكري لعب الداخلية هو لعب كويس سمعرفش هو الداخلية ينفع لعب الداخلية اللي كان ينفص على الموت لعب الداخلية بس ما فيش مشكلة الاسوأ ايه ان سمير فكري رفض قال لك بس ما فيش استقرار في الزمالك سمير فكري اللي كان ينزل درجة تانية معاشر يحترام لللاعب كان في الداخلية كان ينزل درجة تانية وتبقه في لعصة الخيرة نادي الزمالك بجلالة قدره وقمته وقمته يطلب لاعب مش مثلا بيتنافس عليه أنا لديها اخرى يا برامدز بيتنافس عليه ولا أهلي بتولى فيش رايحة قال له تعال يا حاج سمير تعال يا حاج سمير يا فكري تعال عايزينك قال لك والله نادي زي كبير وحبيبي وكل حاجة لكن نادي غير مستقر اه انا رايح البنك الأهلي البنك الأهلي عارض الزمالك بينافس البنك الأهلي دلوقتي في الصفقات مش بينافس برامدز اللي كان وضعه سيء بس مستقر فلوسه سافتة فلوسه بتيجي الحقيقة مش محتاجه لنا علق يا أستاذ إبراهيم يعني التعليق هيكون في ايه يعني هو كل كلمة بيقولها كابتن ميدو ويترد عليها من شيء دي يعني خريب وهو وترد عليها من كابتن ميدو يعني كابتن ميدو لو رجع في لحظة انه هو يتذكر انه راجل محترف وفاهم أصول الاحتراف وانه دوره انه يقولي الحقيقة بيرد على الكلام اللي هو بيعمله دلوقتي ولكن لكل يعني ظروف سامير فكرة لكل ظروف سامير فكرة ترجمة نانسي قنقر